في المغرب سنضيق الاقتراع أفرغت الحصيلة أما في أمريكا فالحملة الشرسة لن تبوح بأسرارها إلا في ليلة الثامن من نوفمبر نتوقف الآن مع سلسلة البرومتر الانتخابي عبر جانبي الأطلسي والمزيد ينضم إلينا السيد سمير بن نيس المحلل السياسي ورئيس تحرير موقع موراكو وورلد نيوز أهلا بك معنا سيد بن نيس يعني ربما كيف رقبت حصاد ومصار الانتخابات المغربية والآن ما يجري في الولايات المتحدة هل ثمت مقاربة أو أوجه شبه ولماذا؟ أولا شكرا على الاستضافة أظن أن أول نقطة يمكن إطارته حول الانتخابات المغربية وبعد نظر النتائج هو أن المغرب خرج مرفوع الرأس من هذه الانتخابات وأنها كرست مكانة المغرب باعتباره البال العربي الوحيد الذي يمكن يتنظيم انتخابات من هذه الأهمية وبدون وقوع أي أحداث وفي دل الاحترام الشروط وقواعد الديمقراطية والشفافية كما أن هذه الانتخابات خاصة تعييد سيد عبدالإبن كيران للمرة الثانية كرئيس للحكومة تعتبر رسالة من طرف العهل المغربي الملك محمد السادس إلى المجتمع الدولي بأن الديمقراطية والإصلاحات السياسية خيار لا رجعت فيه وأن المغرب ما عازم العقد على بناء نظامه الديمقراطي في ضل الاحترام خصوصياته الدينية والسياسية والتقافية فقبل الانتخابات كانت هناك العديد من التحاليل التي تقول أن الملك ربما لا يريد تعايج مع السيدة إلى الكيران وأن ربما لهذه أسباب لا يريد القصر أن يكون حزل العدن المتنونية من بين الفائزين غير أن الانتخابات والطريقة التي دارت من خلالها أبرنت العالم على أن المغرب يحترم قواعد اللعباء وأن الديمقراطية في طريق البناء في المغرب هذا من جهة ومن جهة أخرى لا أظن أن هناك أوجه للتشابه كبير بين انتخابات أمريكية والانتخابات المغربية ففي الوقت أمريكا تعتبر من بين أعرق الأنظمة الديمقراطية في العالم في الوقت المغرب يعتبر من بين الدول التي هي في طول بناء نظامها الديمقراطي بالإضافة إلى ذلك في الوقت الذي يتميد النظام السياسي الأمريكي على تنائية الحزبية في دل وجود وهيمنة الحزب الديمقراطي والحزب الشراكي تتسم الحياة السياسية المغربية بحضور 30 حزب سياسي وهذا ما ظهر من خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة والتي شاركت فيها 30 حزب وأظن أن هناك وجود أخرى هل يمكن برأيك التلاعب بسهولة بالنظام الانتخابي الأمريكي ولماذا يثير المرشح الجمهوري دونالد ترامب هذا الاحتمال فرأيه لا أظن أنه من شبه المستحيل تلاعب بالانتخابات الأمريكية لأنه لو كان ذلك ممكن كانت تستصوره في عام 2008 للحيلولة دون وصول أول رئيس من أصول إفريقية للبيت الأبيض أظن أن دونالد ترامب يستعمل هذه الاستراتيجية من أجل كسب تعاطف الفئات العريضة من الرأي العام الأمريكي التي فقدت ثقة في النظام السياسي والتي يمكن تلاعب بها بسهولة من خلال التعمال بعد بعض القنوات مثل فوكس نيوز وهنا يبغي التذكير لأن الشعبية التي بناها دونالد ترامب بنيت بناء على دعاءات باطلة من قبيلة لأن أوباما ليس من موليد أمريكا وأنه مسلم كمان يبغي التذكير لأن هذه ليست أول مرة يتم من خلالها طرح قضية إمكانية التلاعب بالانتخابات الأمريكية فإدارة جاءنا شيئا ما إلى الوراء فكثير ما أتار بعض عضاء الحزب الجمهوري قضية التلاعب بالانتخابات وعلى الهدف الرئيسي من هذه التلميحات هو نية الجمهوريين في وضع قوانين أكثر تعقيدا في مختلف الولايات الأمريكية من أجل حلونا دون تمكن الأقليات من الأمريكيين من أصول أفريقية ومن أصول لاتينية من تشجيلين في اللواحة الانتخابية خاصة لأن هذه الأقليات عادة ما تصوت للحزب الديمقراطي طيب دكتور سامير في هذه الانتخابات الأمريكية ما القضية أو المشهد الذي أوليته أنت اهتماما خاصا أظن شخصيا أهم نقطة أطارد انتباهي هو استعمال دونالد ترامب للاعبه على وطر الإرهاب وعلاقته بالإسلام واستعماله لخطاب عدواني ضد الإسلام والمسلمين فقد ظهر رجاليا منذ بداية الحمل الانتخابية على أن دونالد ترامب عاقد العزم على استغلال الجهة الغالب العظمى من الأمريكيين بالإسلام وخبايا ما يقع في الشرق الأوسط واستعمال الإسلام كمطية من أجل كسبسيقات وتعاطف الأمريكيين خاصة في بعض الولايات الجنوبية ولعل ما يثير قلق هو الارتفاع المهول في الاعتداءات والجرائم ضد المسلمين في خلال الأوين الأخيرة بسبب الخطاب الكراهية الذي روج له دونالد ترامب فشخصيا على الرغم من أن بعد محللين يذهبون لأن يرجحون كفة كلينتون للفوز بالانتخابات فلدي يتخوف من أنه في حال وقوع أي عملة إرهابية في أمريكا قبل الانتخابات من أن يستعملها دونالد ترامب من أجل كسلاح من أجل إقناع الأمريكيين والوصول إلى سيدة الحكم في البيت الأبيض في المغرب هذه المرة برزت وسائل التواصل الاجتماعي على الإنترنت كفضاء للصراع الانتخابي وتضح كذلك دورها في الحد على المشاركة أو المقاطعة في الانتخابات هل تفاجأت بهذا التحول؟ لم يفجأني كثيرا استعمال المغاربة لوسائل التواصل الاجتماعي من أجل إيصال أصواتهم واصطلعاتهم للمسؤولين فبالنظر للحضور الكبير للمغاربة في وسائل التواصل الاجتماعي فقد فطنت الحزاب السياسي لذلك ولدرورة استعمالها من أجل إيصال رسائلها للناخبين واستمالت أصواتهم وقد ظهر ذلك جليا خلال الحملة الانتخابية للانتخابات البرلمية التي جارت يوم الجمع الماضي فخلال السنوات الخمس الماضية فقد تضح بشكل جلي أن المغاربة يستعملون لوسائل التواصل الاجتماعي الوسيلة المتلى من أجل تأثير في بعض النقاشات السياسية وإصارات بعض النقاشات وهنا يجب التذكير على أن هذا الحضور الكبير للمغاربة في وصائل التواصل الاجتماعي كانت السبب الرئيسي الذي جعل السلطات العولية في البلاد تتجاوب مع الرأي العام في كثير من الحالات وهنا والأخير الدليل على ذلك هو قيام العاهل المغربي للملك محمد الثالث بعفاء الرئيس الوزير السابق للشهور رياضة محمد أوزين وذلك بسبب اتهامي من طرف الرأي العام المغربي بسوء استباره للتنظيم المغرب لكأس العالم للأندياء في شهر ديسمبر 2014 وأظن لو لا الحضور الكثيف للمغاربة في وسائل التواصل الاجتماعي لما وقع ذلك ولما قام الملك محمد الثالث بالتجاوب مع رأي العام وقالت الوزير مذكور طيب في المقابل ربما في الولايات المتحدة يتوقع أن تبقى مواقع التواصل الاجتماعي ساحة معركة افتراضية بين ترامب وهيلري لمن ترى ربما الغلبة في هذا السباق فإذا قمنا بتحليل ما يقع في مواقع خلال الأسابيع الماضية فنرى أن دونالد ترامب الآن في وضعية ليست بسهلة فهو يتعرض لانتقادات لا دعاء بسبب عدم أدائه للدرائب لمدة 14 سنة وكذلك بسبب نظرته الاحتقارية والدرائية للمرأة وكذلك بسبب سوء تدبيره للنقاشين الرئاسيين السابقين وهنا أظن لأن في وسائل التواصل الاجتماعي ربما الكفة قد تكون لصالح هيلاري كلينطن غير أنه كما تعلمون فالسياسة مليئة بالمفاجآت ويجب الانتظار حتى يوم 8 سبتمبر لنرى إلى أي مدى سيتم ترجمة هذا التفوق في وسائل التواصل الاجتماعي على مستوى الاقتراع وكما قلت في البداية فأنا لديه على الرغم من أن هناك يظهر جليا تفوق كلينطن على مستوى وصائل التواصل الاجتماعي على دونالد ترامب فلديه تخوف من أنه إذا وقع أي اعتداء إرهابي خلال أيام القادمة أن يتقوم دونالد ترامب شكرا جزيلا لك